كاس العالم المرتقب في قطر 2022 مفروض أنه يقام في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر لحد دلوقتي المنتخبات اللي تأهلت لكاس العالم 19 منتخب من أصل 32 باقي في المنافسات النهائية اللي بتجرى على مدار الإسبوع 13 تأهل لمنتخبات جديدة مين اللي صعد لحد دلوقتي لكاس العالم قارة أوروبا ودايما بيبقى العين على قارة أوروبا المنتخبات المتميزة والمنافسة الشديدة دائما واللي طول الوقت فيها مفاجأة السنة دي عشر منتخبات ألمانيا، الدانيمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، أسبانيا، سربيا، إنجلترا، وسويسرا، وهولندا عدد المتأهلين من قارة أسيا السنة دي خمس منتخبات بعد تأهل كوريا الجنوبية وإيران واليابان والسعودية وطبعا قطر وهي البلد المضيف أمريكا الجنوبية كانوا نجومها حاضرين كالعادة البرازيل، الأرجنتين، أورجواي والإكوادور وعدد المنتخبات اللي مشاركة زي ما قلنا لحضراتكم 19 منتخب آخرهم اللي انضم بعد منافسات العودة أورجواي والإكوادور والثنائي تأهلوا عن قارة أمريكا الجنوبية في الساعات الأولى من اليوم النهاردة يبقى نتيجة موتش النهاردة ثم نتيجة موتش العودة يوم الثلاث بنسبة لمئة مليون مصري أعتقد أن مباراة مصر والسنغال الماضية كانت درس كبير لنا